مرحبا يا رجل، كيف تكون؟ يوم جاءتكم فيديو جديد من قناتي إسرائيل غيمر اليوم سألعب لابت درس تي إمبرس و اليوم يا جماعة نرى فيديو جديد مسرب من درس تي إمبرس عن التحديد القادم اللي هو التحديد الهالوين طبعا أنا كثير كثير متحمسة لهذا التحديد الصراحة لأنه سيضيفه فيه كثير كثير تبع الأشياء فعنجد أنه كثير كثير متحمسة هلأ هذا الفيديو سربه فيه تقريبا جميع الشغلات اللي حينضافه فيه مو جميع الشغلات لأنه هذا التحديد عن جد رح تكون فيه كثير أشياء يعني كثير 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 فهذي بس شوي من الأشياء اللي حتنزل يعني كذا فيديو مسرب عن تحديد رحينزل بعد ثلاث أيام تقريبا إن شاء الله حيكون تحديد جديد يعني كثير قريبا فهلأ حصلنا على فيديو مسرب رح نشوفه معه بعض اليوم لكن قبل ما نبدأ ما تنسوا إنكم نشتركوا بالقناة كمان حتوا كتير 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 لايكات على الفيديو وبس هلا يا جماعة خلينا إنه نبلش So let's go أوكي ليكم على فكرة هاي البنت هاي قالت إنه بيتها تحاول تقلد لبستي لأنه عجبتها عن جد كتير مبسوطة هذه اللبسة سراحة مدري يعني ليش سويتها بس شوفوا كيف عملت الشعر شوفوا كيف عملت الوجه المكياش كمان أنا سويته كمان ليكم يا جماعة اللبسة تبعي دمجتها أوه البنت عرفت تقلد سراحة شوفوا كايز شو حطيت كمان يعني تفاصيل تبع اللبسة والله كتير حلو هاي أول مرة بتعجبني لبسة عملتها والله كتير كيوت بعدين ليكم هالبنت بدأت تقلدني والله أبدعت كايز أوكي هلا حتغير الألوان وكل شي لكن عنجد إنه أبدعت يا جماعة اه واو خلي اكتب لها برافو لكن يا جماعة ليكم أخطأت هون أنا لابسة هاي الشغلة هي هون ما لابستها بس هي العادي خليشو شو يحتسوي آلة تبس لبستي لكن بستايل مختلف أنا لابسة هاي كل شي هيك باللون أسود وهي آلة تحاول تخلي اللبسة كيوت إنه باللون الوردي وكل هالالوان فخلي نشوف ايش هتعمل والله منتهمسة المهم يا جماعة هل يسربوا كثير فيديوهات فحصلت على كثير تسريبات سريعة اليوم حرجيكم مو بس فيديو واحد لكن كثير كثير تبع التسريبات يلا بينا نشوف اول اشي يعني طبعا هذ الفيديو اللي هو يعني الفيديو اللي بدي سر يا الله اللي بدي شاركو معا كل اليوم لان سربوا كثير تبع فيديوهات لكن الفيديوهات جديد هوي هذي لليش ما بيشتغل نتضرو هذي هارلوكوين ودراكولورا هذي بترشة ادمز و خلص هون كتبوا كلمة سون انه قريبا فهذا هو الفيديو اجمع خليناعيده مرة اخرى والله بيجنن اوكي خليك نعيده مرة اخرى هوا نبينين لك كثير اشياء كثير ملابس جديدة كثير تبع الاشعور ملابس شخصية جديدة ضايفينها والله واو خلص قريبا فهلا قايز خلينا نحقيق بكل اشي اول شي هون عنا هاي الصورة اللي بتبين لنا ثلاث شخصيات جديدة اوكي هذا كأنه ساحرة الموجودة هون على اليمين اسفة ما افرق ما افرق ما بين يمين واليسار كثير منيح يعني هيك بالصورة واشي زي هيك لكن هذه هذه اليمين صح المهم اسفة المهم هذه يا جماعة اللابسة هاي الملابس من بينك انا ساحرة وليكن اللبس تباها كيف شكلوا يا جماعة و المكياج تباها جديد واضح كمان الشعر الجديد اصلا قالوا انه حيضيفوا اكثر من اكثر من حم ايش شو صيب يروح انا قاعدوا اكثر من 30 شعر جديد فاكثر من حمسة لابوا كمان هذه الشخصية تباها هارلي 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 كوين طبعا بتكون معها جوكر فغالبا حيضيفوا جوكر تمام امم لابوا كايز مكياج جديد شعر جديد كمان و معاها كمان هذه الشخصية اللي شعرها وردي هذه هذه من من رسوم اسمه مونستر هاي وشخصية اسمها دراكوليرا اعتقد او اش ازاي هيك اما مشاعرها بيكون هيك لابوا كايز هلا هون في كتير ملابس جديدة مبينة او ماي جا دول اكتب جنن شوفوا كمان كأنه في سيف كبير او او ديل او ديل ديل لانه قالوا كايز انه حضيفوا ديل جديد بيتحرك فاليكو كل واحدة في يوم عندها ديل اعتقد او وبعدين هون بيبينوا شخصية ليكو هون مدرها لهذا ديل او ايش شوفوا كايز بنت هاي اللي عملت زي لبستي والله طالعين من جنن او ماي جود خلي قلها او ماي جود ايت شوفوا يا جماعي كيف طالعنا او ماي جود والله كتير حلي لازم ناخد صور دروا نصدروا نصدروا هيك حامل هيك حامل هيك ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طالعين كثير كيوت وشخصية البنت كمان عجبتني قلت لها oh my god so cute آلت لي oh my god be so for real شوفوا يا جماعة بالجودة الهالي كيف طالعين واو شوفوا guys طالعنا زي هداك ترند هيك تعرفتوا guys كيف يعني هيك استنوا استنوا وجيكم كيف استنوا عرفتوا كيف والله واو 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 او ليش درت انا هيك المهم المهم طلعت راح يصرنا اصدقاء لان اصلا ضفتها قبل ما سا هي ضافتني قالتلي او اسفيل ازمي روح قلت لها نو يعني استمتعت وكل اشي قالتلي انا كمان المهم المهم معنا مش موضوعنا بس شفتوا كيف يعني عشان اصدقاء الامر كيف سهل اه يعني في روب لوكس المهم يعني صراحة هيك تعلمت هيك تعلمت انجليزي لانو لما كنت صغيرة كنت ألعب رابلوكس كثير بعدين خلاص صاروا عندي كثير أصدقاء أجانب وكنت أقولهم إنه بدي أتعلم إنجليزي وهيك ولما تعلمت شوي عملت أصدقاء جدد أجانب كمان وصرت أقولهم أوه أنا كمان أنا من بريطانيا أنا من أمريكا خلاص يعني بحاولني أسوي حالي عن جد أمريكي بعدين خلاص يعني بحاولني أتقن إنجليزية تبعي حتى تعلمت يعني والله مدري مهم هلأ إجمع أخير نشوف طبعا الفيديو الثاني أو خلي نكمل ها الفيديو أول شي طبعا هذي شخصية كثير مشهورة اسمها متريشا متريشا اعم متريشا آدمز اللي هي أم وينزدي آدمز أعتقد ومتأكدة إنه أغلبكم بتعرفوا مين هي وينزدي آدمز هذي كلب تعمل ضفيرت هين ويعني دائما بتربس أسود وما بترمش أمم أكيد تعرفوا وينزدي فا يا أمم وينزدي هذي هي أمها شخصية كثير مشهورة والناس يعني بيلبسوا زيها بالهالوين عشان هيك حيضيفوه في التحديث وليكوا لبستها سراحة حلوة وكمان يا أمم خلص هذا هو الفيديو سراحة بدي شوف تسريبات أكثر اللي جماعت لكم ياها فيها عندنا كمان هذا الفيديو تبع الساحرة وليكوا جالسة على هذه الشي اسمه الشي بروم بالعربي مدري سراحة مكنسة ايو مكنسة بعدين لكم كأنه في أشي يعني هيك آمم سحبها ممدري كعيس بس ليكوا لون بشرتها كأنه أخضت وكمان فيه كأنه ديل هيك سحبها وخلص هون مبينيننا أنه التحديد حينزل يوم أكتوبر شهر عشرة يعني بعد ثلاثة أيام تقريبا المهم يا هلأ فيه كمان صور صغيرة وهيك شغلات فخلنشوفها مع بعض لكن ما رح يعني المهم خلنشوفها ضحية كثير والله أوكي طبعا يا جماع بالتسريبات عندنا كمان هذا الوجه اللي تبع لأولاد أعتقد سراحة صريحة واضح تبع لأولاد لأنه رموشهم لكو الرموش مو هيك رايحة فوق لا رايحة تحت فلما هيك بتكون الرموش بعرف أنه هذا يعني وجه جديد تبع لأولاد فمع أنه في وجه جديد لأولاد فممكن يعني حيضيفوا ملابس أكثر لأولاد في هذا التحديد ويعني أصلا قالوا أنهم بيشتغلوا على هذا الشي فأعتقد أنه هذا الشغل تبعهم رح يبينوه تحديد الهالوين فشوفوا معي كمان يعني شوفوا أوكي الرموش مش هيك مش هيك فوق أسفل ما بعرف أرسم بس أنا الرموش مو هيك لا هيك شايفين فالرموش تحت مش عن هيك ميكياج تبع الأولاد وكمان لكم الحواجب مو زي تبع حواجب المبنات ودرس تقيم لكن بالحياة الباقية صراحة it doesn't matter يعني مو المعم رح بلش أحكي كثير مرة ثانية وكمان الشفايف أكيد ما رح نحكم من خلال الشفايف واشي زي هيك لكن قلت لكم الشغلات اللي يعني بتخلينا نعرف الفرق ما بين المكياج مو مكياج بس الوجه تبع الأولاد والوجه تبع البنات في لعبة dress to impress فهذا الوجه تبع الأولاد وليكم هون كمان فيه ديكورات كالنشغلات هيك مكياج بلون الأسود كأنه ماسكارا لكن مو ماسكارا صراحة لكم هاي الشغلات فهدول أعتقد حذفهم كمان بوجه تبع البنات يعني يب المهم عنا كمان صورة ثانية أعتقد هلأ شوف هذا جدي هلأ شوف صورة أخرى جيبوا لي صور أكثر عنا هذي صورة يا جماعة اللي صراحة ما فهمت شو هي لكن ممكن هذي الكاميرا رح يضيفوها وكمان جماعة حضيفو هيك كتاب أو مدري شو بصمام هذا تسريب وجدته أحبيت شاركه معاكن خلينا عيد هلأ صراحة نتفرج على الفيديو هذا مرة أخرى لأنه عجد بيجنن شوفوا معي هيك والله اللبس بتجنن وكل إشي بيجنن واو مترشة نشوفوا المكياج هذيك الشغلات هي نفس الشغلات اللي سحبت هذيك الزاحرة ما علينا المهم قايز هيك حنخلص هالفيديو عن جدر متمنى يكون عجبكم ما تنسي إنكم تشتركوا بالقناة واحدوا كثير كثير لايكات على الفيديو ليش اللعبة بتعلي؟ ما تعلي؟ أنا أحبك الكثير وسلم تعرفت الجاي باي باي